السلام عليكم يا شباب تيجين مرة بعد بعض الأسئلة كيف ألعب اللعبة على Graphic وفي نفس الوقت لا أخسر frameات كثير وبيحط لك المواصفات بالتعليق وبيقلك هدول المواصفات والمواصفات عنده ضعيفة طبعا هذا الفيديو اليوم كيف تحافظ على Graphic اللعبي وبنفس الوقت لا تخسر frameات وفي نفس الوقت لا تخسر على Graphic Very Low لانه في كتير ناس بتحط الجرافيك على بس هيك هو رح يخسر الجرافيك داخل اللعبي والجودة رح تكون يعني سيئة بصراحة فخطوات جدا بسيطة في خطوات رح نسويها داخل اللعبي في خطوات كمان رح نسويها برا اللعبي ما يلزمك لا برنامج ولا اشي يعني بس انت تابع الفيديو ورح تستفيد ان شاء الله طبعا اول اشي اللي رحنا رح نسوي اه انا شاشتي full hd يعني 1920x80 رح نخليها مثل ما هي ما رح نغير شي طبعا اول خطوة عندنا render scale كتير اشخاص بي بيخلوها على مي متل ما هي لكن الشي غلط طبعا انا مخليها بس لكن اللي لازم تسوي تسحب لتحت بالماوس وتعطيها apply وبعد ما تسوي هالخطوة تكتب كتابي مي طب بقى متل ما انا ما عبسوي يعني ما بصير تروح تسحب وترد تسحب لانه ازبك بس بالسحب هالشي ما رح يعطيك الجود اللي بدك اياها طبعا هدا الشي glitch بظن باللعبة وانا سبقه ونزلت عنه شراح طبعا هدا اول شي لازم تسويه تسحب بالماوس تسحب لتحت لاخر شي على السبعين وبعدين المي بتكتب كتابي حرفيا ما تروح وتسحب وترجع للمي ماشي هاي اول خطوة التاني خطوة نحط الانتياليزنج على الميديوم كتير ناس اه وقتل بتتنزل الانتياليزنج على الفيري لو فبتلاقي اللعبة على الماسفات يعني مثلا بعد تلاتين اربعين متر فبتصير عني كتير يعني اشياء بتتداخل بين بعض يعني ما فيك تميز بين الانيمي وما بعرف ايش شواش شغل يعني بدها تعويد يعني بدها فتر اسبوع اسبوعين حتى التعويد على هالشي لكن انا بالعبها على الميديوم حاليا عندي كل شي فري لو لكن التكشتر تعرفوا التفاصيل دائما منحب يكون فيه شوي التفاصيل باللعبي فانا مخليها على برضو ميديوم فيه ناس بتحب تشغل الشارفن داخل اللعبة لكن انا ما انصح فيه لانه كتير تقيل على الجهاز لانه انا كرتي تلاتين سبعين ومع هيك بتوجهني مشاكل معها لانه اللعبي حتى اللعب حركة اللعب وكل شي بحسة كتير تقيلي وما فيه سلاسة باللعب وفريمات اقل فانا ما بنصحك بهذا الشارفن الشحد لكن فيه عندنا خيار بديل له وبيشتغل افضل منه انا شخصيا يعني بشوف هالشي وفيكم تجربوه من نفسكم طبعا اللي ما بيعرف دايركت اكس حطه دائما على اليداعش انهانسد انا جربت اليداعش وجربت اطناعش افضل واحد بناتهم كان اليداعش انهانسد المحسن طبعا بعد ما سويها الخطوات ترجع بتسوي هذا نفس الوقت تكشتر ميديوم منروح نسوي منغير بعض الاعدادات البسيطة داخل الويندوز بحيس هي الا علاقة بالانفيديا كنترول بانل لانه فيه اعدادات بالانفيديا كنترول بانل يعني لازم تغيره خيار واحد هو ماشي نرجع طبعا احناي هون الانفيديا اول شي حابا نوع عليه انك تدخل على عدادات الانفيديا اللي زي انت عندك كارت انفيديا لانه هذا هذا الشي راحنا نطبقنه على كارت انفيديا مش على كارت ام دي بتفوت بتشيك على خيار الامج سكيلينغ كتير ناس بفكروا انه هذا الشي بيستهل كتير من موارد الجهاز والحكي صحيحة لكن في شي لازم نغيره لانه بعض التحديثات اللي صارت اه صار شاربنينغ مع سكيلينغ انا ما راح اشرح شو الفرق بين الشاربنينغ والسكيلينغ لكن احنا اللي بهمنا الشاربنينغ انه هو يعطيك يعني اه جودة تفاصيل افضل للصورة وبنفس الوقت هو يعني اه وظيفته مثل وظيفة الشاربنينغ داخل اللعبة ماشي لكن هذا المشكلة انه عبيستخدم الشاربنينغ والشاربنينغ يعني احنا ما بدنا هشي نحنا بس بدنا الشاربنينغ لحاله فشو لازم تسوي عشان يعني رجع الخيار القديم الشاربنينغ الموجود من قبل جدا بسيط بعد ما الشي يكون بتاكد انه هذا اللي عندك شي سكيلينغ شاربنينغ من روح مربع الباحث تكتب رج طبعا راح حط كل شي اه ذول الكلام اللي انا ببحث عنه هيك راح حطه كل شي بوصل فيديو اذا انت ما بتعرف يعني تكتبه بنفسك فكل العيق انك تكتب ريج فورا راح يطلق ريجستري اديتور تكبس عليها طبعا هون راح يكون كتير 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 ملفات انت ما تطلع عليها ابدا هذا الرابط او يعني الكلام هذا راح حطلك اياه كمان بوصف الفيديو كل اللي عليك انك تنسخوا وتمسح كل شي هون محطوط فوق بالريجستري اديتور وتلصقوا هون وبتكبس انتر فبعد ما تكبس انتر راح يدخلك على هاي الصفحة ماشي طبعا خلنا نجرع خلكم اشرح لكم شوف انا مسلا انتقلت لهون ماشي شوف هذا الكلام موجود هون امسحه والامر اللي انا راح اطلكمه برابط او بوصف الفيديو راح اطلكمه هون شوف شو بيطلع لي نحنا راح ندور على الشغلة واحدة بس في عنا انا انابل انابل تقريبا كلهم متشابهة بس نحنا بدنا واحدة انابل جي ار خمسمية وخمسة وثلاثين انابل جي ار خمسة ثلاثة خمسة ماشي هذا نحنا البدنا اياه انت عندك يعني هو تقريبا بيجي تحت ازا بتكبر شاشة يعني هذا النافذة للاخير فبيطلع عندك انابل جي ار خمسة ثلاثة خمسة بتكبس عليها مرتين فبيطلع لك هون بيكون عندك قيمة رقم واحد تمسحها وتحط صفر بدالها ماشي بعد ما تحط صفر بتعطي اوكي وهاي هي بتسكر هاي النافذة ونرجع منشيك على الفيديا كنترول فانل ونشوف طبعا لسا انا ممكن كنت فاتحها بتسكرها يعني وبعد ما تسكرها بتفتحها من جديد طبعا نشوف ايميج شاربنين شافين كيف طبعا ما شوي كان سكيلين وشاربنين مع بعض وقت لبتحط اون انا بلغي هاي جي بيو سكيلين ما بدي اياها طبعا ما انصحك تحط رقم عالي انا شخصيا دائما بخليها على عشرين طبعا شباب انا جربت النسخة الجديدة يعني سكيلين وشاربنين مع بعض جربتها وبنفس الوقت جربت هاي بس شاربنين لحالة وانا يعني شفت اللعبة على الشاربنين هاي لحالة افضل بكتير واللعبة يعني اخف واللعب حركته شوي اسرع من اه هذاك النسخة الجديدة فبنصحك انا بتسوي الخطوة هاي جدا مهم عشان يعني تحصل لكولية البدك هاي داخل اللعبة فبعد انت ما تسوي هاي الشي بتعطي اه اون ماشي بس انا ما انصحك تسوي اون من الجلوبل ستنج لانه هذا الشي رح يشمل كل التطبيقات سطح المكتب وحرفي عن كل شي فانا بنصحك انك تروع على بروغرام ستنج ومن هناك بدك تختر اللعبة البدك اياها طبعا كانت بوب جي سيم ولا كانت اي لعبة تانية هاي شباب هذا الحاكي بتطبقوا على اي لعبة هاي مو بس يعني على لعبة البوب جي ستيم ماشي بتختر اللعبة بوب جي ستيم لكن احيانا بيكون اللعبة مش موجودة بهاللائح هون فانت شو بتسوي بتعطيه من هون جنبها اد اضافة بتدور على اللعبة غالبا رح تكون هون ماشي بتكبسيك عليها وبتعطيه اد سيلكتة بروغرام يعني اضافة البرنامج المختار رح يطلع لك هون متل ماكم شايفين فشو بتسوي انت عشان نحن ما نشغل الشاربنينج لكل البي سي لانو هالشي رح ياخد كتير من موارد الجهاز وبعض اللي احنا ممكن يسبب لك مشاكل تقطيع ولاقو هيك فنحنا منحاول نتجنب هالشي وفقط منشغله للعبة البدنية احنا اللي اللي عم نلعبها ومتل ما قلت لك تيجي لهون شايفين كيف وزي هون في ازا كان مكتوب جي بيو سكيلينج طف فيها ما تخليها شغالي نحن سكيلينج ما بهمنا على شاشة الفول ايش دي لانا كنت ع حرفين عبتلاب على الفول ايش دي الف وتعمية وعشرين بلاف وثمانين فليش لاح تسوي سكيلينج انا مش فهم المهم بتنزلها لعشرين طبعا هون تفضيل شخصي ممكن تحطها ثلاثين لكن قلت لك كل ما عليت اكتر شوي كل ما كان يعني راح يستخدم الكرت اكتر انا شفت شخصين عشرين لحد الثلاثين خليك بين العشرين والثلاثين لا تطلع اكتر من هيك ولا تنزل اكتر من هيك انا شخصيا بحطها عشرين احيانا بحولها لخمسة وعشرين لكن غالبا بخليها عشرين ومنس ان هذا الخيار اخف بكتير من الخيار الحديث اللي مع اسكيلينج مشاربينج مع بعض بعد ما سوي هون عشرين او ثلاثين او خمسة وعشرين تعطيه اوكي تعطيه ابلاي من تحت تطبيق وهي هي طبعا فيه عددات انفيديا كتير ناس بنصح ان اتعدل عليها لانه بتساعدك كتير بالف بي اس لكن انا نمنزل فيديا من قبل شو هي افضل عددات كان ويندوز والكان انفيديا والكان اي شي وما يعني ما تفكر بها شي كتير حط كل شي هون بالانفيديا على هاي برفورمانس يعني مشان يعطيك فريمات اكتر اشي وقلتلك ازا بتسوي هذا الخيار الشاربنينج وازا بتسوي داخل اللعبة متل ما قلتلك الامج ميديوم قصد الانتيالينزيج ميديوم والتكشتر ميديوم وهذا الخيار بتطبقه حرفيا متل ما انا شرحته رندر سكيل فراح تحصل جودي ان شاء الله تعجبك كتير وانا شخصيا يعني نجرب كمان اللعبة على كل شي اولترا لكن بصراحة الجودة اسوأ من الاعدادات اللي انا حاليا مسويها هون عندي ماشي طبعا هذا الشرح بتمنىكم استفادتوا لاتنسى تتابعني على التويتش راح خليكم الرابط بالوصف وازا عندك اي سؤال تعال على البث واسألني وما تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وهي هي يا شباب السلام عليكم